في كذا مشهد في هذه المواجهة هنتكلم عنهم واحدة واحدة اول مشهد امام عشور امام عشور خرج من هذه المباراة متأثرا باصابة بعد كده اتنقل للمستشفى وبكى بشكل كبير امام عشور وبدأ الكلام او الشكوك او الشكوك انه عنده اصابة لقدر الله كبير لو احنا بتشوف الاصابة دي تصورت انه في الرجبة وتصورنا الرباط الصديبي مع بكاءه يعني بكاءه اللي خلانا نحس انه الاصابة كبيرة وممكن تبقى في الرباط الصديبي بعد كده لما الصورة اتزوم عليها شوية فطلع كان عنده التواقف الكاحل او خبطة في الكاحل وهي دي تفاصيل الاصابة والموضوع الحمد لله الحمد لله ما طلعش كبير انا متأكد ان بكاء امام عشور ده سببه انه مش بقى موجود مع منتخب مصر في المعسكر اللي جاي هو ده السبب يعني هو حس انه بقى له فترة مش موجود مع المنتخب بقى له فترة مش موجود في المعسكرات المنتخب فلما دخل قائمة المنتخب للمعسكر الامارات ان شاء الله مبارتي زنبيا والجزائر كان مبسوط اكيده فرحان فبكاءه ده تصوري سببه منتخب مصر هو تم نقله بعد الاصابة على طول بسيارة ملاكي تابعة للنادي الاهلي لمستشفى قريبة من الملعب واجرى فحصات طبية اضق بسبب تمرم قدم اللاعب وكان فيه قلق في النادي الاهلي بسبب التورم دوت انه يكون فيه كسر او فيه مشكلة فيه العظام ولكن اللاعب طلع عنده كادمة قوية بس ده بحسب التشخيص المبدئي اللي هيغيب على اثره من عشر ايام لاسبوعين ان شاء الله تبقى الامور جيدة لاعب كبير جدا ولاعب مماز جدا مع النادي الاهلي والاهم انه كان هيبقى مفيد جدا مع منتخب مصر في المعسكر اللي جاي طيب وبناء علي روي فيتوريا المديل فني المنتخب مصر مباشرة تكرر استبعاد امام عشور من معسكر المنتخب لي مبراطي زنبيا والجزائر واختار بدلا منه مين احمد نبيل كوك